اهلا وسهلا مشاهدي تلفزا الوطنية مرحبا بكم الناس لكل موعد جديد هذه مع الناس كما تعودوا بنا نتقبل معكم اليوم الاربعة الستة مي الموافق لتلوتاش رمضان تقريبا وصلنا بشوية بشوية حتى لنصف رمضان معكم انتم من تبعوا الاكتشواليتي والاخبار وكل ما قاعد يصير في تونس في علاقة بفيروس كورونا وإلا حتى الاكتشواليتي اللي نعيشوها يوميا في تونس اليوم في السماء كما تعودتوا بنا نعطيكم فكرة على ابرز ما ينتظر فيكم في 30 دقيقة من الاكتشواليتي اليوم بش نتحطو في اخر الاخبار على مجلس وزاري مضايق كان انعقد اليوم في علاقة بوسائل الاعلام وتداعيات فيروس كورونا على وسائل الاعلام واكثر التفاصيل من بعد في فقرتنا الاخبارية البلاتو اليوم بش يكون مخصص للقضاء للسيدة للمحامين نتحطو على المجلس الاعلى للقضاء يحضر معنا في البلاتو سي يوسف بوزيخ الرئيس المجلس الاعداء للقضاء معه بش نتحطو على كل ما له علاقة بالمحاكمات بسير المحاكمات بالرفع التدريجي للحظر الصحي كيف كيف زادا نتحطو على الاشكال اللي صار مع السلطة التنفيذية ومع المحامين هذه الكلام باعتخذوا عليه اكثر تفاصيل وقت لتابعونا كما قلنا في 30 دقيقة من اللاكسواليتي ومن اخر فقراتنا ربطنا المباشر اللي بش يكون كما تعوتوا به اللقاء اليوم يكون مع زميلتنا جيها العنوان سيبراهيم بودربيلا عميد المحامين يكون هو ضيفنا في ربطنا للمباشر في تفاعل مع موضوع حلقتنا اليوم وضيفنا قبل ما ننطلق في الحوار مع سيد رئيس نجدد ترحاب بيك وشكرا على قبول دعوتنا نمشي لفقرتنا نمشي لآخر الأخبار وأبرز العنوان وشنو اللي صار في تونس ما بين البرح واليوم انطلق اليوم الاربعاء ستمائل 2020 مجلس وزاري مضايق بإشراف رئيس الحكومة اليس الفخفخ حول قطاع الأعلام وتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على المؤسسات الإعلامية أعلنت شركة النقل بتونس أنها شرعت في توزيع الدفعة أولى من الكمامات مجانا على حرافائها ابتداء من اليوم الاربعاء ستمائل 2020 وأوضحت أنه في إطار المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا وبالتنسيق بين وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية تم توفير مئتين ألف كمامة من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة حرفاء الشركة مع الإشارة إلى أن الانتفاع بهذا الإجراء يقتصر على حامل ترخيص الجوالات الصالحة خلال فترة الحجر الصحي الموجه صرح اليوم رئيس الهيئة العامة لنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث لبرنامج مع الناس أن المستحقين من العائلات المحدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريف المنخفضة ما يعرفوا بالبطاقة الصفرة واللي قاموا بفتح حساب افتراضي عن طريق نجمة ألف وواحد وعشرين نجمة رقم بطاقة تعريف الدياز سيتلقون إرسالية عبر الهاتف الجوال لأعلامهم بتحويل مبلغ المساعدة لحسابهم الافتراضي وبتاريخ بداية صحب المساعدة وأضف أنه بإمكانهم صحب مبلغ المساعدة من أي فرع بريدي أو أي فرع بنكي أو عن طريق أي موزع آلي تتوفر فيه ملسقة صفرة مسجل فيها رقم ألف وعشرين دون الحاجة إلى بطاقة بنكية أو بريدية مواضحا أنه تم توفير قرابة خمسة لاف نقطة لصرف المنحة الاجتماعية بين فرع بنكي وفرع بريدي وموزع آلي موزعين على كامل تراب الجمهورية لتفادي الاكتذاث وخطر انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين ارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر أفريل 2020 إلى مستوى 6.3% بعد أن كانت في حدود 6.2% خلال شهر مارس و 5.8% خلال شهر فيبري حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للأحصى اليوم الاربعاء ستمائل 2020 ويعود هذا الارتفاع حسب المعهد بالأساس إلى تسارع وطير تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 5.1% خلال الشهر السابق إلى 6.2% في الشهر الحالي 53% نسبة المهاجرين في تونس اللي فقدوا مواطن شغلهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل حسب آخر إحصائيات لمكتب منظمة الهجرة الدولية بتونس في حين بلغ عدد المستفيدين من المساعدات من المهاجرين وعائلاتهم منذ بداية الأزمة إلى حدود أول أمس ثلاثة 500-2020 700 مستفيد حيث تقوم المنظمة بتوزيع وصولات الطعام والمنتجات الغذائية العينية ومستلزمات النظافة مواصلين معكم كما قلنا اليوم نتحدث عن المجلس الأعلى للقضاء ونتحدث على كل ما له علاقة بالقضاء وكيف كيف زده بشيكوننا ربط مباشر مع سيد العميد سيبود ربيلالي معاه نتحدث على موقف للمحامين من المشهد اليوم ومن اللقاعة تصير فيه علاقة باللاكتواليتي ضيفنا سيد الرئيس سيوسف بوزيخ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء كان مبرمج أني نتحدث على الإجراءات وعن الحاجر ولكن الاكتواليتي تفرض أنه نقلب شوي الكندكتور نتاعي يا سيد الرئيس لأنه مباشرة نجينا من لقاء مع عميدا للمحامين ويمكن نتحدث عن انفراج أزمة إذا كان يصح تعبير أزمة على اللي صار في لي متل تعدد صحيح والحقيقة ولكن هذا الاجتماع هو مبرمج من سابق وأحنا هذا ما صار انطلقنا فيه منذ بداية أزمة تفشي الوباء كنا دائما بصدد التشاور ما حصل هو أنه بمناسبة المذكرة التي أصدرها المجلس في 28 أفريل يعني اكتفينا بإعلام الهيئة الوطنية والمحامين التي رأت في ذلك تخليا عن طريق المشاركة أو التشاركية فوضحنا لهم الشيء ذي وأحنا أحنا في نفس الاتجاه حارسين على استمرار الملفق القضاء حارسين على العودة إلى العمل القضائي لكن بطريقة تدريجية حسب تطور الوضع الوبائي وحسب توفر الإمكانيات الوقاية أيضا لأنه لا نريد لهذه المحاكم أن تتحول إلى بؤر الانتشار الوباء لقدر الله سيد داريس لو تسمح هتنا نرجع لأصل المشكل يظهر لي النقاش بدأ منذ صدور المرسومة للحكومة والأمر الحكومي عدد 208 المتعلق بتحديد الإجراءات الجديدة المعتمدة في الرفع التدريجي أو ما سميه بالحجر الصحي من هنا يبدأ المشكلة لأنه تقريبا نفس سيناريو اللي اعتبروه هيئة المحامين أنه ما فمش تشاور وما خذتوش برايهم بيعين الاعتبار هو نفسه صار معكم انتم مع السلطة التنفيذية ورفضتوا تماما ما اعتبرتوه تهميش وعدم اعتراف بسلوحيات الهيئة الدستورية احنا اعتبرنا الأمر 208 اللي هو يتعلق بإجراءات الحجر الصحي المواجه اعتبرناها اعتداء على صلاحية المجلس على القضاء لماذا اعتبرناه كذلك لأنه هذا الأمر اطلع على جميع القوانين ذات السلة بالقضاء حتى انه رجع القانون 67 المتعلق قانون 67 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء القديم اطلع عليه ونسي وجود مجلس أعلى للقضاء تم وضع قانونه في 2016 يعني هذا المحول للمجلس الأعلى للقضاء مش من باب الصدفة كي ملقناش في الاتلاعات كي مشينا للفصول خاصة الفصل الأربعة نلقاه مانا الصلاحيات هي تقليديا مسندة للمجلس الأعلى للقضاء باعتبر مؤسسة دستورية التي تضمن حصل سير القضاء احترام استقلاله نلقاها أصندة صلاحية ترتيبية للرئيس الأول لمحكمة الهدارية للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ولوزيرة العدل يعني تأهيل معناها هؤلاء لممارسة سلطة ترتيبية هي في الأصل من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء يعني تم محو وجود هذه المؤسسة تماماً حسب نص الأمر هذيك هذيك عليش اعتبرنا مسألة خطيرة مسألة بمثابة العودة إلى مربع ما قبل 2011 وهذا حتى تعليقه سيد الرئيس بتقسيم للقضاء اعتبرت وأنه الأمر هذية فيه تقسيم للقضاء وهو يرجع بنا لما قبل ثورة ول إجراءات كانت سيبق معمول بها في القضاء التونسي لأنه قبل القضاء كان منقسم ثلاثة أقضية القضاء العدلي والقضاء اليديري والقضاء المالي جاء المشرع أو المؤسس مجلس التأسيسي في 2014 قال لا احنا ضعف القضاء متاعنا جاء من الفصل متاعه لابد من توحيد القضاء جاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة منفتحة على سائر المهنة القضائية وبصلاحية في حسن سائر القضاء ضمان حسن سائر القضاء واحترام استقلالي قل قائل إذا كان المجلس الأعلى للقضاء يضمن حسن سائر القضاء مفروض تكون عنده الآليات وتكون عنده الصلاحيات لذلك للأسف الشديد الصلاحيات تكاد معناها تنعدم يضاف إليها معناها استنقاص السلطة الترتيبية بتاع المجلس الأعلى للقضاء بهذه الطريقة نحن استغربنا هذا استهجلنا هذا واعتبرناه عودة إلى مقبل ألفين وحداش ولا نلحق في ذلك هل هي عودة ممنهجة أم سهو أو خطأ أو سوء تقدير شنو اللي صار بالضبط سيد الرئيس والله هو الحقيقة حسب ما ما بلغنا أنه سلطة تنفيذية تتمسك بسلاحيتها في هذا لكن يقول القائل إذا كان أنت تمسكت به بالنسبة للقضاء العدلي عليش متمسكتش بيه بالنسبة للقضاء الإيداري والقضاء المالي يعني ما نعرفوش نستنوع لكل حال السلطة التنفيذية ما عليها كانت وضحنا عليش هذا تترتب عنها نفس الأثار القانونية وتقتذي المحاكمة عن بعد توفير الضمانات الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس فإنه يمكن المحامي من المرافعة عن منويبه وتقديم ملاحظاته الفقرة الخاصة بزاملتنا كوثر باش نشوفوها بعد قليل لكن اللي أنا طلبته هو الفقرة الخاصة بالمعركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ثم سنعود للمحاكمة عن بعد هيت نشوفوا مع بعضنا التقرير رفض المجلس الأعلى للقضاء ما تضمنه الأمر الحكومي المتعلق بالحجر الصحي الموجه محاذرا من أنه انحراف خطير بالمسارة التشريعي والتدخل في تسير مرفق القضاء اللي يختص به المجلس جاء ذلك في بيان المجلس الأعلى للقضاء كرد على الأمر الحكومي الصادر في 2 مايه 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه المجلس الأعلى للقضاء دعا أيضا عموم القضاء إلى العمل بالمذكرة السادرة في 28 أفريل الفارد حول تدابير العمل القضائي مع التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد لتعود للواجهة معركة الصلوحيات بين السلطة القضائية ونظيرتها التنفيذية معركة أزلية أعادتها تداعيات وبئ كورونا على مكونات مرفق العدلة انطلقت برفض الهيكل القضائية لمذكرة وزارة العدل حول دعوة المسؤولين عن المحاكم لتأمين انعقاد الجلسات بصفة منتظمة مذكرة لم تكن ملزمة للقضاء حيث أصدر مجلس القضاء العدلي مذكرة مضادة دعا من خلالها جميع القضاء إلى تطبيق المذكرة الصادرة عنه بتاريخ 4 أفريل 2020 دون سيوها من ناحية أخرى اعتبرت جمعية القضاء التونسيين مذكرة وزارة العدل تدخل غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء وإربيك لسير المرفق القضائي أزمة كورونا وتداعيتها على مختلف المرافق والقطاعات يبدو أنها لم تأجل صراع صلوحية بين السلطتين القضائية والتنفيذية وأبقى الجدل القائم حول من يرى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتعرض لمحاولة سيطرة من السلطة التنفيذية ومن يدعو إلى إصدار مرسوم يضبط صلوحية كل سلطة لوضع حد لتنازع صلوحية والاختصاص نرجع معكم للبلاتو وظيفنا والحديث عن المجلس الأعلى للقضاء وما سمي في التقرير متاعنا تنازع صلوحيات سيد الرئيس هل نحن اليوم في الوضعية هذه هل أنه إصدار الأمر هل أنه الوضع اللي هو استثنائي اليوم في تونس يفرض علينا هذا التنازع أم أنه فما سوء تصرف وسوء استعمال للسلطة اليوم أنا نقول هو نزع الصلاحيات نقول لش هو التنازع لأنه أحنا في المجلس الأعلى للقضاء نعتبر نفسنا أصحاب السلطة في تسيير الشؤون القضائية يعني مش تسيير المرفق القضائي ككل أحنا نعيج جيدا أنه للسلطة التنفيذية دور في إدارة مرفق العدالة عموما لكن تسيير الشؤون القضائية هذا يرجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء من جمش يرجع بالنظر للسلطة التنفيذية لأنه في هذه الحالة سيعتبر تدخلا في سير القضاء لأنه كان ترجع أنت للمذكرة البلاغ اللي يصدر على وزارة العدل يدعو القضاة إلى فصل ملفات معينة تأخير ملفات معينة قبول المرافعة في ملفات معينة هذا غير مقبول هذا من الجمش تعمل السلطة التنفيذية هذا من الجميع منه كان المجلس الأعلى للقضاء ذكا ليش أحنا هذا يعني نعتبره نزع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مش تنازع صلاحيات أحنا كما قلت لك المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير قضاء واحترام استقلالية واستقلالية يعني معنتها الحقيقة أحنا الحكومة وموجودين فيها عديد الشخصيات الذين عايشوا وضع باب السلطة القضائية في الدستور معنتها منستغربوا الحقيقة لكن سيد الرئيس هل توفقني أنه اليوم المعادلة صعبة لأنه إجراءات الرفع التدريجي والحجرة الموجهة اليوم لا تقتصر على القضاء فقط يعني المسألة اقتصادية اجتماعية عندها عدة جوانب والمعادلة صعبة ما بين أنه نمشيوا مصالح الناس ومن عطلهمش ونخدموه زيدا لأنه إذا كانوا نقولوا المحاكم ترجع روما هوش علاقة فقط بالقضاء والمحامين ثم معناها آلاف التوينسة ومن نجمش نعطي العدد بضبط يمكن نسيتك قدرة قديش الناس المتدخل من المحامين من الكتبة من حتى المطبع اللي مقابل المحكمة معناها هذه السلسلة كاملة والناس مربوطة ببعضها اليوم كيفاش النجم ونلقاوا العدل ما بين هذي الكل نحمي والناس ولكن زيداً ماشيوا مصالحهم ليه احنا رأوا المجلس الأعلى للقضاء عمرنا مواقفنا العمل في فترة الحجر الصحي الشامل وزارة العدل هي اللي قال تعليق العمل في المحاكم احنا ما قلناش احنا قلنا يتواصل العمل في المحاكم بالحد الأدنى وظهر لي القضايا اللي شفتوهم محاربة الاحتكار ومحاربة حظر معناها خرق حظر التجول وما إلى ذلك من يظل يقام به القضايا ما قامش به حد آخر هذي اذن نيابة العمومية تخدم التحقيق يخدم دوائر جزائية تخدم دوائر جزائية تخدم في إطار الموقفين صحيح نخدمه بالحد الأدنى في فترة الحجر الصحي الشامل ولكن ولكن معنتها المحاكم ما سكرتش محاكم تخدم احنا مناش ضد العودة بطريقة تدريجية للعمل شو متصوركم للمرحلة الجاية؟ طبعا عودة تدريجية احنا قلنا احنا طوى رجعنا معناها الجزائي كامل في المدة القادمة مش ننظروا في مسألة المدني انه يرجع يعني من هوني الفترة ربما من عارش بالضبط وقتهش خمسة عشر يوم مخرينة كيك معناها يكون القضاء على ضوء تطور الوضع الوبائي ديما لانه احنا زادا يربطنا تطور الوضع الوبائي معناتها يكون المرفق القضاء يرجع يعمل بصفة كاملة على ذكر الحكومة هي مطالبة بتنظيم الحجر الصحي الموجه انا نرجع للحجر الصحي الشامل مصدر امر حكومي في الحجر الصحي الشامل ما صارش فيه هشكال هذا ما صارش فيه هشكال علاش ما الذي تغير بين انا ذاك والان في الحجر الصحي الموجه ما صارش الفصل الاربع هذا ما كانش موجود في الحجر الصحي الشامل تعاملنا بسلاسة نرجع لمذكرة وزارة العادل في حداش مارس معناها تتعلق معناها بسميم اختصاص وزارة العادل وكنا فعلت اتفاق وكنا نسقنا فيها انا ذاك الان ما الذي جد جديد بعد ما صدرت المذكرة سيد الرئيس هل صار تفاعل مع السلطة التنفيذية هل اتصلوا بكم هل قعدتوا هل صارت مشاورات جديدة لتنقيح الامر هذا اذا ممكن لا حقيقة ما صارتش اتصالات اتصالات ولكن معناتها هو مش الامر معناتها فقط هي ايضا تطبيق هذا الامر من طرف وزارة العادل التي اصدرت بلاغ وتضمن تنظيم سير القضايا هذا اكثر معناها اللي مختلفين علي المذكرة زادة نفسها خلت فم جدل يطرح في زاوية اخرى وهو سدا للمحامين اللي عبروا على رفضهم اعتبروا انه المذكرة اللي اصدرها المجلس الاعدل للقضاء ما فيهاش الحد الادنى المطلوب رفضوا كل ما جاء فيها تقريبا وتحل باب نقاش من زاوية اخرى صحيح ولكن احنا على كل حال كما قلت لكم من الأول احنا في المجلس الاعدل للقضاء قلنا نمشي بطريقة تدريجية انطلقنا بمعناها المادة الجزائية رجعت تقريبا كاملة بالنسبة للموقوفي بالنسبة للعمومية التحقيق الجنائي لاتهام والجناحي ايضا الاستعجالي لانه اعتبرنا الاستعجالي هو من صميم النظام العام الذي الذي ينبغي حمايته سواء كان نظام عام صحي او كان نظام عام اقتصادي فهذه رؤيتنا على كل حال بالنسبة الهيئة الوطنية المحامين تقول لك احنا طالبين اكثر مجالات للعمل القضائي واحنا منش ضد هذا احنا قلنا فقط هذه نوصلولها بطريقة مرحلية وكان عنا اليوم نقاء مع الهيئة الوطنية المحامين وتلقينا ما نتطلباتهم في هذا المجال وما نبعدوش على بعضنا في الفترة القادمة ان شاء الله بيهو بشي تفاعل معنا احنا سيبراهيم بودر بيلا موجود مباشرة معنا في المباشر مع زميلتنا الجهان نمشي للجهان وناخدو التفاعل مع ما قاعد نقوله فيه في البلاتو مرحبا بيك الجهان الكلمة ليك ولسيد العميد نعم فتن مرحبا بيك اذا نتحث اليوم على تداعيات فيروس كورونا على مرفق العدالة فيروس كورونا اليوم كشف خلافات بين الهياكل القطاعية بين القضاة والمحامين المجلس الاعلى القضاء اصدر مذكرة بتاريخ 28 افريل متعلقة باستقنافة العمل يعني تماشيا مع قرارات الحكومة لكن الهيئة الوطنية للمحامين رفضت هذه المذكرة ودعات الى العودة الى العمل في المرفق العدالة العودة بالكامل خلافات نقاط عديدة باش نحكيوا فيها مع عميد المحامين الأستاذ سيد إبراهيم بودربيلة سيد إبراهيم مرحبا بك على القناة الوطنية الأولى خلينا نبدأ بالمستجدات اليوم في علاقة بالخلاف بين القضاة والمحامين اليوم على ما يبدو كان هناك لقاء مع مجلس الأعلى القضاء ما هي أهم ما جاء في اللقاء هذه شكرا على اهتمامكم بقطاع المحامات ومرفق العدالة بشورة عامة على أي حال منذ أن يعني مرت ولزالت مجاحة الكورونا يعني باتبيعة الحال يعني سواء في تونس أو خارج تونس يعني هي ظاهرة حديثة لم يستوعبها لا تونس لا العالم باتبيعة الحال وكنا يعني طالبنا بيأخذ الاحتياطات اللازمة ومن بين الاحتياطات اللازمة وجوب يعني اجتناب بالاكتظاث داخل فضاءات المحاكم وهو ما تم فعلا والآن والحمد لله وقد تقدمت الأمور وتحسنت الأحوال وأصبحت جائحة الكورونا يعني متحكم فيها والحالة الصحية للبلاد حسب يعني البيانات العلمية في تحسد ارتأينا وجوب الرجوع إلى العمل إلى أن مرفق العدالة يرجع إلى سالف نشاطه فجأنا بالمذكرة السادرة عن مجلس العقل القضاء في الحقيقة والواقع هي اتخذت المذكرة ومن بعد ذلك السيد رئيس المجلس العقل القضاء تسل بيهاتفيا وعلمني بفحو المذكرة فخاتبته في الحين وأن ما وقع إقراره ليس كاف ضرورة وأنه لا بد من الرجوع إلى القضايا المدنية والقضايا التجارية كذلك بالنسبة لمحكمة التعقيب التي لا تستدعي حضور مواتنين من المفروض أنها ترجع لسالف نشاطها وبالنسبة هناك قضايا ذات سبغة معاشية مثل قضايا الشغلية قضايا الضمان الاجتماعي قضايا النافقة قضايا الاعتداء بالعنف ضد الأزواج التي تكاثرت لفترة الحجر السحي قلنا وأن مرفق العدالة لا بد أن يرجع إلى سالف نشاطه خاصة ونحن نعلم أن مرفق العدالة والقضاء بصورة عامة هو يبعث التمانين في نفوس المتقذين وهو عامل استقرار وعامل على تثبيت السلم الاجتماعي ولذلك بادرنا بإصدار بلاغ إصدار بيان عن مجلس الهيئة الوطنية المحامين عبرنا فيه عن رفضنا لمجاب المقترحات المبدئية وطالبنا بالمزيد نحن طالبنا بالمزيد وخاصة نحن مثل ما قرر الدستور شركاء في إقامة العدل وبالتالي حسب الفصل 105 من الدستور وبالتالي كان من المفروض أن تتم المشاورات المسبقة بيننا وبين مجلس العالي للقضاء الحمد لله اليوم وقع تدارك الأمر واستجيب لطلبنا واجتمعنا بمقر مجلس العالي للقضاء بحضور يعني العديد من عضاء مجلس العالي للقضاء وكذلك وفد هام من مجلس الهيئة الوطنية المحامين يضم العديد من رؤساء الفروع وإضافة إلى الكاتب العام المجلس الهيئة الوطنية وعذوين مجلس الهيئة الوطنية وداما الاجتماع حوالي ثلاث ساعات تحدثني فيه بكل سرح ووقع الاستماع إلينا كذلك يعني بدقة شديدة على ماذا اتفقتم سيد العاميد في هذا اللقاء وطالبنا قدمنا يعني عدة طلبات أهمها الرجوع العمل بالنسبة للعديد من القضايا القضايا مثلا المعينة يعني المدنية والتجارية الواقعة تعيينها بجلسة المرافع كذلك طالبنا برجوع محكمة التعقيب إلى سالف نشاطه كذلك بالقضايا ذات سبغة المعاشية كذلك قضايا حوادث المرور نظرا لكون اللي ما يكتسيه هذا النوع من القضايا من يعني وجوبية الاستراع في البت فيها خاصة وأنها تتعلق بمتضررين وبورثة وبأيتام قلنا وأنه خاصة وأن دوار حوادث المرور لا تستدعي حضور يعني كافة الأشخاص هم يعني في الأغلب الأحيان موحمين يعني مثل الشركات التامين أو المتضررين قلنا هذه القضايا نظرا لسبة التأكد ووقع يعني تزيل ذلك والأخذ بعين الاعتبار يعني كيف تفاعل اليوم المجلس القضاء بمطالبكم أنا أعتقد أن التفاعل كان إيجابي ننتظر المقرر الذي سيزديره وسنحكم على هذا المقرر في إبانه لكن أن يبدو أن التفاعل سوف يكون إيجابيا بطبيعة الحال هذا ما احترام يعني الظروف الصحية والظروف الوقائية التي يجب أن يقع اتخاذه وخاصة أنه نعلم وأن مرفق العدالة التي تشرف عليه هو وزارة العدل يعني لا بد من أن تكون مهيئة ومستعدة لاتخاذ كل الإجراءات التي مشانها أن توفر السلامة بالنسبة لجميع الأطراف سواء القضاء أو إيطاء أو السادة الكتبة كالكتبة الذين هم يتحملون القسط يعني قسط وافر من التضحيات لأضلاً لتواصلهم مباشرة مع الأطراف كل جميع الأطراف الأطراف في القضايا وكذلك بالنسبة للسادة الزملاء المحامين الذين يجب أن يقع حمايتهم من هذه الآفة واتخاذ الإجراءات اللازمة نعم سيد العميد هل ننتظر في الأيام القادمة ربما نهاية النقاط الخلافية بين القضاة والمحامين ومزيد من التنسيق بين المواقف والمجهودات لهيكل المرفقة القضائي خاصاً في وحنا أدخلنا في الحجر الصحي المواجه على كل حال اليوم ما أستطيع أن أستنتجه أنه كان جلس مسارحة ووقع اتفاق بيننا وأنه سيقع بالنسبة للمستقبل العمل على تكثيف هذه الجلسات هذه الجلسات الحوارية باعتبارنا طرف مشارك طرف مشارك في إقامة العدل طرف مشارك في مرفق العدلة ووجدنا في الحقيقة تفهماً وتجاوباً من كافة يعني أعظام المجلس سواء يعني رئيس المجلس للقضاء أو السيدة رئيس المجلس للقضاء العدلي أو بقية العضاء الحاضرين معنا بالجلسة وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل بالنسبة للناحية التشاورية وهل ستعدود للمذكرة للعمل بالمذكرة الصادرة عن المجلس يوم 28 أبريد؟ نحن ننتظر المزيد المذكرة هذه نعتبرها أصبحت لاغية الآن ونطالب المزيد وأنه سوف يقع الرجوع للعمل بصورة لمحالة تدريجية ولكن مع عين الاعتبار الطلبات التي تقدمنا بها وخاصة بالنسبة للقضايا التي سبق وانشرت إليها وهي القضايا المدنية والتجارية وقضايا حوالث المرور وخاصة محكمة التعقيم وكل القضايا التي تكتسي سبغة معاشية واضح شكرا لك سيد العميد عميد المحامين للأستاذ إبراهيم بودربيل على كل هذه التوضيحات شكرا لك جهان تقريبا وصلنا للختم لكن خليك دقيقة أن تفعلوا فيها سيد الرئيس مع الكلام اللي كان يقول فيه سيد العميد هل تعتبر المذكرة لاغية حقيقة بعد لقاء اللي جمعكم اليوم؟ هي المذكرة قائمة إلى حين يأتي ما يخالفها ونحن نعمل على سياغة ما يخالفها خلال الفترة القادمة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المحامين وأيضا بالتشاور مع هيئة القضاة مع هيئة العدول للتنفيذ الهيئة الوطنية للعدول للتنفيذ وأيضا الخبراء المحاسبين اللي هم أعضاء معنا أيضا في المجلسة على القضاء أيضا مع نقابة كتبة المحاكم بإذن الله سنتشاور مع الجميع وعلى تطور الوضع الوبائي وعلى ضوء ما يستقر عليه الرأي سيتم تحوير المذكرة الصادرة في 28 أفريق والتي تبقى عاملة إلى حين يأتي ما يخالفها واضح شكرا لك سيوسف وزيخ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء على كل التوضيحات والتفاصيل التي تقدمنا بها اليوم نصل إن شاء الله لموعدنا غدوة قداش ما زال عنا وقت مثلش إذا كان ما زال عندي الوقت يسمح أنا ماذا بيه نسئل على المحاكمات عن بعض سيد الرئيس لأنه ما تعرضناش للنقطة هذية مهم جدا المحاكمات عن بعض البعض يعتبرها حلم الحلول اليوم وسيدك كنت صرح تقبل أنه ماهش ممكن لأنه ما فيهاش ضمانات المحاكمة العادلة واليوم مع ناشي الأليات اللي تسمح بتنفيذها كما لازم هو الحقيقة المصار رقمنة العادلة هذا مصار تاريخي ما نجمش حتى إنسان يقف ضد تطور تكنولوجيا الاتصال بما في ذلك المحاكمة عن بعض لكن أحنا كنا نتمنى أنه المسألة تتم بطريقة تدريجية سنعمل محاكمات رقمية بالنسبة للقضاء المدني ثم ننتقل إلى مسألة المحاكمة عن بعض في المادة الجزائية التي لا تزال حتى في البلدان التي معناتها اتخذت هذا المنحة هناك عديد الانتقادات تتعلق أساساً بأن القضاء الجزائي هو قضاء يقوم على أنسنة الإجراءات وأنسنة العقاب اللي هو معناتها بيتمشيش كثيراً مع المحاكمة عبر عن بعض أو عبر وسائل الاتصال هذا عليش كنا ضرورة تحري شروط المحاكمة العادلة في تطبيق هذه الألية هذا مسألة ضرورية وموافقة المتهم نعتبرها مسألة ضرورية وخاصة كنا نأمل أن الأمر ما يقعش بتنقيح مجالة الإجراءات الجزائية ربما يتم في إطار مرسوم مستقل يتعلق بهذا الموضوع شكراً لك سيد الرئيس يعطيك الصحة على التوضيحات نمشي مباشرةً مع زميلتنا واطفة اللي بيش تكون معكم بعد شوية وآخر أخبار ولكتواليتي المتعلقة بفيروس كورونا أحنا نتقابل وغضو إن شاء الله في نفس التوقيت لأربعة ونص على الوطنية شاهية طيبة وفي لماية اشتركوا في القناة